بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من أجل نعم الله عز وجل على عباده أن يرزق الإنسان نعمة الرضا والقناعة فالرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وأنس المحبين وروضة المشتاقين وسعادة المسلمين العارفين بقدر رب العالمين الذين يعرفون الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الغلا أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه النعمة من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان وهي سبب من أسباب الفلاح قال نبينا صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أجمل نعمة وأجل نعمة تكون سببا في فلاح الإنسان هي نعمة الإسلام ثم بعدها ورزق كفافا وقنعه الله عز وجل بما آتاه فالرضا هي سكون القلب إلى اختيار الرب سبحانه وتعالى للعبد ويقين العبد بأن الله عز وجل ما اختار للإنسان إلا الأفضل والأحسن فيسلم لاختيار الله عز وجل له لأن الذي قضى بذلك وحكم هو الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بعض الناس يعترض على قضاء الله وقدره والبعض يعترض على عطاء الله وقسمه ويشق الخالق سبحانه وتعالى للمخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا الله عز وجل قسم الخلائق بقسمته والله عز وجل بسط رزقه لمن يشاء من عباده وقدر على من يشاء أو ضيق وقدر على من يشاء من عباده بحكمته سبحانه وتعالى قال ربنا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون فعلى العبد أن يرضى بقسم الله عز وجل ولا يعترض الإنسان ولا يتسخط على عطاء الله عز وجل لأن البعض ينظر إلى النعم على أنها مال وفقط فإن رزق المال فقد وسع الله عز وجل عليه وإن لم يرزق فقد ضيق الله عليه مع أن هذا فهم قاصل للرزق ولكن أين رزق الزوجة الصالحة؟ أين رزق الولد الصالح؟ أين رزق العافية؟ أين رزق السمع؟ أين رزق البصر؟ أين رزق الأمن والطمأنينة في الأوطان؟ أين أين أين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كي يحقق العبد الرضا في قلبه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في أمر الدنيا في أمر العطاءات في أمر الأرزاق ينظر إلى من هو دونه إلى من هو أقل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه قال صلى الله عليه وسلم أنظروا إلى من هو أقل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فهو أجدروا أن لا تزدروا نعم الله عليكم في أمر الدنيا في أمر العطاءات في أمر الأموال دائما وأبدا أنظر إلى من هو أقل منك وإلى من هو دونك في المستوى أما في أمر الدين أنظر إلى من هو أعلى منك حتى تجتهد في الطاعة وحتى تجتهد في العبادة وحتى تجتهد في امتثال أوامر الله عز وجل أيضا أن يرضى الإنسان بقدر الله عز وجل الرضا بالقضاء والقدر إنما هو ركن ركين من أركان هذا الدين أن من الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر فالرضا هو سكون القل إلى اختيار الرب للعبد ويقين العبد بأن الله عز وجل ما اختار للإنسان إلا الأفضل فلا تشغل بالك بجزئية الأرزاق فإن الله عز وجل قد قسمها وتكفل بها وأن الإنسان لن يموت حتى يستوفي رزقه وحتى يستوفي أجل قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته فكن عن همومك معرضا ودع الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أسأل الله في عليائه أن يرزقنا وإياكم نعمة الرضا والقناعة هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دمتم في عناية الله ورعايته سلام الله عليكم ورحمته وبركاته